الخبر الأول لي عدنا هو عبارة عن خبر بسيط اللي صارني قم يوم دا أقول لكم عني أنه فضيحة أنا شايفة تنزل هو اليوم طبعا قول ما أبدأ بالفضيحة وقول ما أدأ الموضوع بس حابني أشرح شوية موضوع مهم للبعض المتابعين هوية بأخر فترة شاد تتشر إشاعات أنه فيها ما يجيب مشاهدات اللي على الفضايح وفيها قناة كلها فضايح مملكة الفضايح وهذا الكلام هذا الشيء طلع لأنه شوية تكثرت كلمة فضيحة بالأنوان ولكن مشكلة أنه أغلبكم ما يعرف أنه أنا ما كثرت هذه الكلمة بس مجرد أنا أجيب مشاهدات بالعكس أساسا هي ضرط شوية قناتي لأن اليوتيوب هو يعتبر هي كلمة شوية غلط فممكن مقاطم يطلع ركو ويندد بشكل أكبر ولكن جد بس أريد أو وضحة من هاي الشهر النقطة هي مجرد أنه أشخاص أساء أولية سواء مثل بيسان سواء مثل إلس شاي بالأشخاص هذول أساء أولية حبيت أن أرد عليهم بهذه الطريقة أني بحيث أطلع حقيقتهم للأجناس فبس هاي بيت أنه أوضح أنه كلمة فضيحة مو هي اللي تجيب لي مشاهدات أنا اليوم أجيب مشاهدات سواء أكتب فضيحة أو ما أكتب فضيحة الحمد لله أنا سحبين المحتوى لأقدمة وهذا الشيء صراحة كلش بالنسبة يعني إليه شيء جدا جميل ولكن بهذا المقطع حبيب بس أحبيت أوضح لكم شيء بسيط لأنه هاي ذات الحداء وهما رح أكتب بالألم عن فضيحة واللي هو عن أنس الشايب وأشياء ذات مطاشة اللي سوها بي أخوه اليوم الأنس الشايب طال لكم بمنظر أنه هو شخص زين شخص ما بي أي غلط شخص متكامل وهذا الشيء غلط يا حبايب الرغم أنه هواية أنا مثلا المصارت الخصة بيني وبيني أنه هو طلع و سب أختي باللايف و سبني و هاني الرغم أنه بذاك الوقت أساساً ما تجد أسيله ولا تجد منزله ولا فضيحة تلاحظون يعني أنه كان هناك أي فضايح عليه ممكن بعد الرجل يشان شوية قاسة وصرت أن ننزل هواية فضايح عليه رغم أنه أنا لن شرف أنه أغلطان بسرع عليه فضايح فهل فضايح مو علي فضايح مجرد أكشف بي أشخصية هذا الشخص يعني يوم ما بعطونكم فويز أنا الشايب قاعد يسيب بي سبزة 18 مو أنه غلطان هو الغلطان هو اللي قاعد يسيب زى 18 وبهذا ما أحطبس بمنجرد حبيب أوضح خصصة إنه أنا شايب سوية زى 18 ويا أخوه فالما يعجب ما رأيت يا حبايب هذا الفيديو اللي كان بي عاري هذا الفيديو هو كانوية أخوه السامي الشايب للأسف للمرة الثالثة طبعاً ما يعرف المرات السابقة لهذا الفيديو يشوفوا بي أنس شايب ناسويسا عجلة 18 ويأخوه لحطكم الفيديو بس تحذير الفيديو زاء 18 فممكن نشوفه بعد الفطورة الثالثين صايم أول هو أنس شايب صايم رد عليه لمنحة تاني بالخاص بهذا الموضوع رحطكم الفويز مالتا قاعد في باس واخوي قاعد بحب ناشوي يعني وكل شاب بين الشباب بكون عي شباب بكون مباب زي يك شغلة فحاليا يا حباي برد اسأل سؤال هل أنتو وأخوانكم دائماً نسوونك أشياء على حسب كلام أنس الشايب أو أنه هذه الأشياء يسويها بس أنا الشايب وأخوه وحطوكم هذا الفيديو الثاني حما يثبت بي أن الشايب ديسوي زاء 18 ويأخوه شوفو أنا الشايب خزن الفيديو عندك نترو وحاليا للأسف للمرة الثالثة أنا الشايب سوي أشياء زاء 18 ويأخوه فهذا يعني إنه هو شاذ أو غي الله يهدي يا رب الله يرجع للطريق الصالح مادر شو حي يقدر يزوج بي سانو ولكن شاء الله يقدر يزوجون بحض وبس هذا هو الشيء اللي أحبيت مني واضحة أوكي صراحة أنه أكون فيديو رابع حمد يسوي بي أشياء زاء 18 وهنا منسيت أحطوكم إياه هالمودي المرة موي أخوه ولكن هذي المرة هي شخص ثاني وبنفسه لأكد لكن مو هو اللي قاعد يسوي أشياء زاء 18 هو أشياء زاء 18 قاعد يتصير بي ما قدر أحطوكم إياه بالكامل همين رح نزلكم إياه بعدين على واحد من الواقع ولكن أحذركم حاليا رحطوكم لقطة بسيطة من الفيديو زاء 18 زاء 18 زاء 18 زاء 18 زاء 18 شانيك المصلي كويس شانيك المصلي كويس شانيك المحط طيزك هسه ها ها إذا بيته طراف علم ما عرفش يقول الموضوع جدا صدمة تبني يا حبائي بيكم متاعش شاركوا بعض الخبر وشنالكوا بعد ما عرفتونه أناس شايب مو رجال وتشصير بيه لكن هي تتكلم عن أمن آخر في غاية الأحبي مستار يا مستار ها الأزمة المثارة حديدة هي قضية المثليين المثليين نعم هذا زمان العار المثليين دي هذا من الكبائر معتقل يعيش حالة احتضار نعم بإجماع المسلمين بل بإجماع العقلاء بل بإجماع كل أصحاب الديانات السماوية أمتنا ليس لها قرار حبائي قومنا هي مقطع طارق باش ننزل مقطع القناة باليوتيوب هذ المقطع نزلت بيانوية والمقطع كلش قوي مقطع تكملي وفضائح وشي أهوية رطوكم رابط بالوصف أريد الكلي راح يفجر بكومنتات من طرف جيش مملك القصص أتمنى هذي مرة ما تقصرون ويايا وبس أوكي طبعا هما شوفوا شو نقول لكم يعني الإنسان المرة يخبص أنا جيت نامي شهر رمضان مشي على خير بس آآ الله يهديني يا رب آآ الله يهديني يا رب والله صارت وصارت يا حبائي برح تنزلكم بفضيحة أوليتكم هالفضيحة الوحيدة اللي هتنزل بشهر رمضان آآ مرة تنزل غيرها وبس أحبكم بكلكم مع السلامة